تلقى رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك اتصالا هاتفيا من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دكتور نايف الحجرف الذي عبر عن تهانيه لرئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة من الكفاءات السياسية وتمنياته له ولكافة أعضاء الحكومة بقيادته النجاح في أداء مهامهم لما فيه تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات وجرى خلال الاتصال التطرق إلى الأوضاع على الساحة الوطنية ومستجداتها على ضوء التقدم الكبير في تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق رياض بمتابعة ودعم مستمر من المملكة العربية السعودية الشقيقة ورؤية الحكومة للتعامل مع التحديات الراهنة وفي مقدمتها استكمال إنهاء الانقلاب الحثي المدعوم إيرانيا والدعم الإقليمي والدولي المطلوب لمساندة الحكومة الجديدة بما يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها على مختلف المستويات وناقش الجانبان أولويات الحكومة الجديدة وما يمكن أن يقدمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إسناد ودعم لمهامها والتنسيق المشترك في عدد من الجوانب خلال الفترة القادمة وأشهد الدكتور معين عبد الملك بالمواقف المشرفة والمخلصة لدول مجلس التعاون الخليجي ووقوفها الدائم لجانب الشعب اليمني في مختلف الظروف وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار وتجاوز الأوضاع الراهنة في اليمن انطلاقا من وحدية المصير والأواصر الأخوية المتشابكة التي تجمع اليمن بدول المجلس ملافتا إلى جسامة التحديات الماثلة أمام الحكومة الجديدة والإرادة السياسية القوية بدعم من الأشقاء والأصدقاء لتجاوزها وتخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق الاستقرار والسلام الذي ينشده أبناء اليمن ونوها رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة والدعم لا محدود من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتوحيد الجهود في معركة اليمن المصيرية والوجودية للحفاظ على هويتها العربية وإجهاض المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيا الحوث الإنقلابية بدوره ثمن أمين عامي مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية في اليمن على تسريع تنفيذ اتفاق الرياض مجددا التأكيد على دعم المجلس ومساندته للشرعية اليمنية وجهود إحلال السلام وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 22-16 ترجمة نانسي قنقر